تلت أطر الزمان والمكان والأشخاص محددين في الجهاد الأزغر تبقوا الجهاد الأكبر الحاجة الوحيدة المحددة هي ماذا؟ في هذا هي النفس لكن الزمان مفتوح والمكان هتجاهد نفسك في كل مكان في المسجد الأكبر في الحياة كلها وعشان كده عشان العنصرين دولة بقى الجهاد اسمه الجهاد الأكبر لأن المكان انت مش عارف انت ممكن في بيتك يبقى في الجهاد لنفسك في البيت ممكن الجهاد لنفسك في الشغل ممكن جهاد لنفسك في السفر ممكن جهاد لنفسك في الإقامة ممكن جهاد لنفسك في البيع في الشراء كل ده جهاد للنفس وما أبرق نفسي إن النفس الأمارة بالسوق أمارة بالسوق بس هنا بقى إيه اللي بيخلي الجهاد ده كمان جهاد أكبر الكيفية هناك في الجهاد بتستخدم السلاح وادوات القتال عشان تمنع الشخص ده من النواة يتعدى عليك وعده لو ما استطعتم من قوة من رباط خير بإذن فيه ادوات من قاتل فيها في الجهاد الاكبر هنا بقى المسألة اكبر بكتير الادوات مختلفة الاداة ممكن تكون الخلوة مع الله الاداة ممكن تكون الصمت الاداة ممكن تكون الصلاة الاداة ممكن تكون الكلمة الحلوة الاداة ممكن تكون التغاضي ممكن يكون الإثار ادوات ملهاش حصل وكتيرة ووسعة فالجهاد ده جهاد اكبر وخاصة هو احنا مدة الجهاد دي تقرس امتى مع ان تنتقل الى الرفيق الاعلى ياه ده طويل اوي كل دي مسافة جهاد كل دي مسافة جهاد كل دي مسافة الجهاد الاكبر مسافة الجهاد الاكبر وكل دي ادوات الجهاد الاكبر كل دي ادوات الجهاد الاكبر طيب والمكان زي ما انت شفت المكان واسع والزمان واسع وحطينا باب من ابواب الكيفية والكيفية واسعة يبقى ده يستحق ان هو يسمى بالجهاد الاكبر ولا جهاد اكبر بس اهم حاجة بقى في الجهاد الاكبر ده ان الجهاد الاكبر ده مش قائم على فكرة القتال اه من قائم على فكرة ايه ما احنا لسه تلين قوله وتعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ايه بقى يا سيدي ليه ده مش الجهاد الاكبر ده ليه مش قائم على القتال قال له أن أنت مش مطالب في هذا الجهاد أن تقاتل ولكن مطالب في هذا الجهاد أن تترقى مطالب في هذا الجهاد بتلت أشياء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه لبعن أنت مطالب في هذا الجهاد أن أنت تعمل إيه تزكي نفسك يعني تعمل إيه أول حاجة تتخلى تتخلى عن إيه عن كل زميم تتخلى عن كل زميم وتتحلى بكل ما يحبه الرب العليم يبقى تخليت عن كل زميم وتحليت بكل جميل يحبه الله العليم طب وبعد كده إيه اللي حاصل وتستعد لتجليات الله بالتسليم إيه ده تحاجة مختلفة خالص ده أنا أتعرض لمرضات الله وذلك لما حب حضرة النبي عرفنا من الإنسان المؤمن قال لنا إيه إن المؤمن اللي يأمنه الناس ويجاهد نفسه فقال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أبوالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وادي والمجاهد من جاهد نفسه في طهط الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب حضرة النبي بيغير لنا مفاهيم وفي مرة من المرات واحد سأل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الجهاد فقال له ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فغزوها إحنا بنجاهد نفسنا لأنها محتاجة إلى تسكية باستمرار أحد الأمور المهمة جدا لتسكية النفس هي مجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس ونفسه وما سواه فألهمه فجوره وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه وعشان كده هو ده المعنى اللي بيخليك احنا قلنا هنا أن المجاهدة مش محتاجة تقاتل لأنه حدث يقتل نفسه عشان يتخلص من نفس الأمورة بالسوء أبدا التخلص من ده أن أنت تهزي بالنفس وترقيها